مرحب بكم من جديد مع هذه الانطلاقات والمهرجان الختامي لسباقات الهجنة العربية الاصيلة هنا على ارضية ميدان السوان برأس الخيمة ومع هذه الانطلاقات الجديدة والجميلة انقل مكرفون الزميل السعيد بن علي الزرعي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للمحمد شكرا لكل الزملاء المعلقين المتابعين في كل مكان نحييكم مرة اخرى مع انطلاقة جديدة من انطلاقات فعليات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام بدولة الامارات العربية المتحدة في ميدان السوان بامارة رأس الخيمة قبل قليل احلنت انطلاقة الشوط الثامن في مجموعة الاشواط والشوط الثامن يحمل في كشوفات القعدان الحقائق المهجنات مباشرة مع مقدمة الشوط مع انخلي بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعملية التضمير عند السيد علي بن هزيم المسافري المكتشف وصل في هذا الشوط ننتقل مع المركز الثاني وصول من للطام ووصل للطام وانتزع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد بن مكتوم وعملية التضمير عند سيد سيد بن هيان العامري نقل مع المركز الثالث الوصول من قبل وصل الان اللي قادم مليح مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعملية التضمير عند السيد سيد خلب بن مطرب حلوان الاكتبي ولكن الدخول في هذه اللحظات من قبل وبران اللي يغير اللي يغير موازين الشوط والملكية تعود لسعادة الشيخ حمد بن جاسم فيصل آل ثاني والمضمن السيد سالب بن عامر المدهوشي اللي يغير موازين الشوط وانتزع المركز الاول ما شاء الله ننتقل مع المركز الثالث شوف الوصول من قبل هملول وصل هملول السمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعملية التضمير عند السيد راشد راشد بن سالب بن شاوي لغفلي منتقل مع المركز الخامس هناك الوصول مع المركز الخامس وصل الريان وصل الريان لسعادة الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني وعملية التضمير السيد مبارك بن جار الله بن سالمين المري ضيفنا من دولة قطر الشقيق نرحب بضيوف الكرام من كل ميدان ننتقل مع المركز السابع المركز السابع الوصول من قبل شاهين ووصل شاهين في هذه اللحظات في شعار سبو الشيخ عمار بن رحمد النحيمي وعملية التضمير عند السيد سيد علي بن مهير بن مليشة الاكتبي ولا كل الغدوم مع المركز التاسع يا سلام اللي وصل الطاقي وصل صلالة الطاقي اللي انضم لينا في هذه اللحظات المملوك لسمه الشيخ فيصل بن عبد الله المعلة وعملية تضمير السيد ناصر بن عبد الله المدهوشي نكتفي بالتسعى المراكز الأولى هناك التغيير وهناك التسلل الناعم على مقدمة هذا الشوت يا سلام اللي اندفع بمقدمة الشوت سيطر سيطر بدع بالمركز الأول هذا هو هذا هو اللي سيطر سيطر وبران وبران بشعار سعد سكت فيصل بن حمد بن قاسم آل ثاني وعملية التضمير عند السيد سالب بن عامر المدهوشي ولكن شوف الغدوم شوف الغدوم من غبل من غبل هملول اللي يبدع اللي يغير ولكن الريان يا الريان بدأ بدأ في هذا الشوت يقود القعدان بدأ يبدع على ساحة الميدان بدأ يغادر لايحة الكيلو المتر الأفير الملكية تعود لسعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ضيفنا من دولة قطر الشقيق وعملية التضمير عند السيد مبارك بن سالم بن جار الله المسالمين المري يبحث عن تسجيل النقطة الثانية كتقادر هذه النقطة إلى الأشقاء في دولة قطر الشقيق ولكن وصل المليحة اللي رفع رأيه التهديد بشعار سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوب الله يا بن حلوان خلب مطر بن حلوان الاكتبي ولكن الضيف العزيز الضيف العزيز القادم من الريان من دولة قطر الشقيق بدأ يقر الشوق الله يا الريان يسجل الهاترك يسجل الهاترك بشعار بشعار سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني روح روح يا مبارك روح يا مبارك يا بالسالم يا بالسالمين يا المري سيطر 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 الريان الريان يا الريان وسلامنا وتحياتنا لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تهانينة والناموس وتهانينة مبارك بالسالمين المري مضمنا الريان اللي يسجل الهاترك في هذا المساء لحظات الرسول المركز الثاني وصل مع المركز الثاني مليحي سمو الشيخ أحمد بن محمد الرئيس المكتوب المركز الثالث وصل في شاهين لسمو الشيخ عمار بحميد النعيمي والمركز الرابع يصل فيه متابعين الكرام الطاقي وعملية الطاقي لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله المعلال المركز الخامس وصل فيه مع المركز الخامس الخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هكذا متابعين العزاء نعود بالتهني والناموس إلى إلى الأشقاء في دولة قطر الشقيق إلى سعادة الشيخ قاسم بن حمد بن خالد آل ثاني ولمضمر السيد مبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين المري سجل النقطة الثالثة في هذا الميدان بهذا المساء تهانينا إلى جميع الفائزين بالمراكز الأولى والمكرفون إلى أحد الزملاء المعلقين في عربة النقل